أعلنت وزارة المالية العمانية عن موازنة العام الجديد عشرين اثنين وعشرين بإجمالي بصرفات يتجاوز واحدا وثلاثين مليار دولار ما يمثل اتفاعا بنسبة اثنين في المئة عن ميزانية العام الحالي كما تجاوز العجز أكثر من ثلاثة مليارات دولار والذي يمثل نسبة خمسة عشر بالمئة من جملة الإرادات وهي التي قسمت في الميزانية العمانية الجديدة إلى ثمانية وستين بالمئة للنفط والغاز بينما بلغت الإرادات غير النفطية ما نسبته اثنين وثلاثين بالمئة وزير الاقتصاد العباني كشف عن توفير سوق العمل لسبعة وعشرين ألف فرصة وظيفية سنويا من جانبه أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه والتي سيجري إعلانها في وقت لاحق معنا من مسقط الكاتب الصحفي سالم الجهوري سيد سالم أهلا وسهلا بك إلى نشرة الرابعة حدثنا بداية عن هذه الميزانية بشكل عام شكرا لكم وأهلا وسهلا ومرحبا وتحية لمتابعيكم ومشاهديكم أينما كانوا الحقيقة في شهر ديسمبر نصف الثاني من كل عام عادة وزارة المالية تعقد لقاء صحفيا مع وسائل الإعلام الداخلية والخارقية لاستعراض أيضا الميزانية للعام التالي السنة في هذا العام كما ذكرت الأرقام التي حددت مبدئيا بتوقع إيرادات في حدود 10 مليارات و580 مليون ريال عماني والإنفاق سيكون في حدود 12 مليار و130 مليون ريال عماني هناك عجز بين الرقمين في حدود مليار ونصف المليار وهذا العجز يعتبر في المستوى المتوقع حسب ما وضع من قبل المسؤولين في وزارة المالية هناك في هذه الميزانية ما يقارب من 4 مليار و300 مليون ستذهب للخدمات الوزارية للدولة منها 3 مليار و200 مليون هي رواتب للموظفين الملفت في الميزانية أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت إلى 32% وهذه نتيقة ما تم خلال العام والنصف الماضي وهو موضوع إضافة قانون الضريبة الذي فرض في عمان بقدر 5% ثم هناك إيرادات أخرى صحيح أن الإيرادات القادمة أو التي أفرزتها النفط والغاز قد أيضا ارتفعت في الميزانية العامة لكن كل هذه شكلت 68% وهذا رقم بالنسبة لي مبشر جدا في إمكانية تراجع الإيرادات النفطية والغاز وارتفاع الإيرادات غير النفطية وفي نظر إن 32% رقم مهم جدا في إطار خطة التوازن التي وضعتها وزارة المالية من أجل تحسين المعيشة وتحسين أيضا التصنيف الاتماني هذه الخطة التي تتحدث عن خطة التوازن فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات وأيضا فيما يتعلق بتوفير أمور مهمة جدا تهم العمانيين وهي التوظيف هناك حديث عن 27 ألف وظيفة سنويا خلال هذه الميزانية نعم هو الآن المقدر أن تكون هناك في حدود 30 ألف وظيفة سنويا موزعة على القطاع العام وعلى القطاع الخاص في الدولة لأن هذه الأرقام هي تقارب الأرقام من المخرجات للجابعات والتعليم العالي في السلطنة وبالتالي هذه خطوة مهمة جدا أن يتم وضع تصور ثابت يمكن من خلاله استيعاب هذه الأرقام في المقابل هناك أيضا وظيف سوف يخرج أصحابها منها بعد أن يكونوا قد أكملوا في حدود 30 سنة هذا التوازن الآن نظرا لأن السلطنة أيضا تحتاج إلى ضخف الاستثمارات الاقتصادية وبالتالي المشاريع القادمة سوف ترفع الرقم 27 إلى أكثر من ذلك ويمكن استيعاب سنويا مجمل الذين يتم تخرجهم من هذه الجامعات والكليات في شتى التنوعات والتخصص إضافة إلى خطة أيضا الإحلال إحلال المواطنين مكان الوافدين الذين هم كانوا في وظائف سواء في القطاع الخاص الأغلبية أو في القطاع العام وهذه خطوة جيدة في نظري ستعيد وسوف تمتص الكثير من الفوائض في أيضا الكوادر المؤهلة في السلطنة ثم أن هناك أيضا الآن دول مجلس التعاون مقبلة على مشاريع مشتركة ومشاريع أيضا ثنائية بين الدول وبالتالي قد تتوفر فرص بشكل أكبر هذه خطوة في نظري جيدة إلى حد كبير من مسقط الكاتب الصحفي سالم الجهوري شكرا جزيلا لك